السلام عليكم ورحمة الله وبركاته تعددت الأسباب والموت واحد وكل نفس ضائقت الموت وإن لله وإن عليه راجعون الإعلام الجزائري ينعي الزميل الصحفي حمزي بركاوي النعي الذي انعي به قناة الشروق أو مجمع الشروق تقول على أثر الفاجعة الأليمة التي ألمت بمجمع الشروق في وفاة الزميل الصحفي حمزي بركاوي تتقدم أسرة مجمع الشروق على رأسها الرئيس المدير العام بخالص التعازي لعائلة الفقيد راجين من المولى عز وجل أن يتغمد بواسع رحمته وأن يلهم ذويه جميل الصبر والسلوان إنا لا وليه راجعون طبعا هذه اللي كانت النعي الذي تقدم به مجمع الشروق طبعا بالنسبة لسبب الوفاة توفي اليوم الأربعاء هذا الصحفي بعد سرع مع مرض الملاريا الذي أصيب به أثناء تأديت مهامه بالكاميرون وتقدم جمع الشروق بالتعزيه لأسرة الفقيد كما ذكرنا النعي الخاص به وكان الزميل حمزي بركاوي قد أسيب بهذا المرض أثناء تأديت مهامه كإعلامي مكلف بتغطية أخبار المنتخب الوطني خلال كأس أمم إفريقيا في الكاميرون شهر جين في 2022 واصل حمزة العلاج في الجزائر والتضحة إن الملاريا سبب له بقعا في الرأتين ومع مرور الأيام انتقلت تلك البقع إلى الكبد وسببت له التهابا على مستوى الكبد ادخل الزميل الراحل إلى مستشفى القطار بالعاصمة حيث أشرت آخر التقارير الطبية إلى انتقال الفيروس إلى مستوى الرأس وبعدها تم نقل إلى مصلحة الإنعاش الإنعاش تمستشفى مايو باب الود وبغي في المصلحة إلى أن وفاته المنية صباح اليوم الأربعاء أما بالنسبة للوفاته ستكون في صلاة العصر بمقبرة سيد موسى القديمة برغاية أتمنى من الجميع أدعي له بالرحمة والمغفرة إن لله وإن عليه راجعون والسلام عليكم وإلا الله وبركاته ترجمة نانسي قنقر